اشتركوا في القناة حمية ودفاعا عن الإسلام وما حصل له لما أمسك به عتات ومشركوا قريش وبدأوا يضربونه حتى استنجد بأبي البختري أو بمطعم بن عدي عفوا فأنقذل شاهد من الكلام أن هذا الرجل الإيماني الذي كان يذب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقف المواقف كان كطبيعة بشرية يتعصب لقومه وهذا في أكثر من حادثة في السيرة النبوية وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تؤكد ذلك حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قدر هذا قدر هذا أن لما أعطى سعد بن عبادة رضي الله عنه الراية في فتح مكة ماذا قال سعد قال اليوم يوم الملحمة واليوم تستحل الحرمات أين في مكة لماذا لأن سعد ينظر أننا نصرنا النبي عليه الصلاة والسلام ووقفنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء مشركون صاغرون نأتيهم نذلهم ونستحل حرماتهم هكذا ينظر بنظر انتقامية فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال اليوم يوم المرحمة ويوم يعظم فيه البيت يعني شعائر الله عز وجل فأخذ منه الراية لكن راعى النبي عليه الصلاة والسلام نفسية هذا الصحابي أنه يعني أخذ الراية منه أمام بقية الصحابة أو حتى أمام المشركين أنه يعلمون أنه سحبت مننا الراية لأجل أن قال هذا الكلام فيه تنقيص له وفيه أذى نفسي له قدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا فأعطاه لابني أعطى الراية لابني حتى ما يقال أنه أخذها أحد ثاني ابنه أخذ الراية سعد بن عبادة هو الذي كلم النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الأنصار في حنين لما الأنصار بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ما تسمحوا لي على الإطالة لكن هذه مساء مهمة جدا يا أخوة النبي عليه الصلاة والسلام في حنين تضايق الأنصار لما النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح قرابة خمسة عشر يوما أو حتى شهر بالكثير وزع النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم فأعطى مسلمة الفتح الشيء الكثير ولم يعطي الأنصار شيئا الطلقاء ومسلمة الفتح والأعراب يأخذون ونحن الذين نصرنا الإسلام وخرجنا من المدينة وفتحنا مكة وأتينا مع نفس السلام ما أعطلنا شيء نفس السلام وتذكر الأنصار آنذاك بيعت العقبة الثانية لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أرأيت إن نصرك الله أكنت راجعا إلى قومك وتاركنا يعني نحن ننصرك ونقف أمام العرب كلهم ثم بعد ذلك ينصرك الله عز وجل وتسلم قريش فتنسان وتذكر قومك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام النفس النفس والدم الدم فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن أنا معكم فلما جاءت حنين ورأوا أن مسلمة الفتح من قريش أخذوا كل شيء وهم لم يأخذوا شيئا تحادثوا بينهم هل نسي النبي عليه الصلاة والسلام الموعد هل نسي النبي عليه الصلاة والسلام الوعد الذي قطعوا علينا أن لا ينسانا رأى قومه أسلم فنسانا ما أخبروا أحدا هذا الهاجس داخلي من الذي نقل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة لأنه يحب قومه ويفكر فيهم وأخذته حمية وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر وهنا دعا النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار وجلس معهم المجلس المشهور العظيم الذي أبكى فيه النبي عليه الصلاة والسلام العيون وأخبرهم فيه عدة أمور سأذكرها بإذن الله عز وجل حينما نتكلم عن سقيفة بني ساعد الارتباط ذلك بهذا الموضوع سعد بن عبادة أيضا في حادثة عبد الله بن أبي بن سلون المنافق تأخذ الحمية لأن عبد الله بن أبي بن سلون من خزرج والذي تكلم ضده كان من الأوس فدخلت قضية الحمية هذا شيء طبيعي إنساني موجود قد ما يستطيع الإنسان أن يستفرغ القلب منه وقدره النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قال لسعد بن معاذ قال لإنك منافق وتدافع عن المنافقين يقول لسعد بن عبادة وغضب سعد لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أقر كلام سعد على جلالة قدره ورأى أن هذا انفعال منه وقدر أن سعد بن عبادة دخل عليه أمر الحمية القومية وهذا قدر النبي عليه الصلاة والسلام وكان من هدية أن يوجه النبي عليه الصلاة والسلام حادثت الصحابيان المهاجري والأنصاري في غزوة المريسيع حينما كسع أحدهم الآخر أي رفس الآخر المهاجري يقولون حسب السير يقولون أنهما يعني وصلا إلى الماء المريسيع فقام المهاجري وكان عندهم عند المهاجرين شيء اعتيادي وهذا يعني لفتة مهمة في السيرة أن الإنسان يقدر اختلاف البيئات واختلاف الثقافات المهاجري بالنسبة للمهاجرين عندهم من المزاح شيء طبيعي أنه ممكن الإنسان يرفس الثاني مزاح لكن عند الأنصاري مصيبة هذه المسألة فيها كرامة وقد تصل المسألة إلى القتل لأن فيها كرامة فلما فعلها المهاجري وما كان يتصور أن المسألة تصل لهذا ما الذي حصل مع الأنصاري؟ قال يا للأنصار نادى الأنصار ووجد مهاجري نفسه وحده فقال يا للمهاجرين فاجتمع الحيان كان يقتتل الناس يقتتل الناس لماذا؟ من أجل تصرف فردي حصل هذا التعصب ماذا فعل معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مثل ما البعض منه يتشدد والصحابة الذين تعصبوا ما قال واحد أنا كويتي والثاني أنا تونسي والثالث أنا جيبوتي والرابع أنا يمني لا أبود عدة جنسيات والخامس أنا عراقي وإنما قال ماذا؟ قال ذكروا ألفاظ شرعية المهاجري والأنصاري ألفاظ أثناء الله عز وجل عليها لكن استخدمت بغير الطريقة المثلة التي ينبغي استخدامها منها أيضا صحابي مثل نعيمان الأنصاري وقعت منه هفوة وكبيرة من كبائر الذنوب أنه شرب خمرا وأقام النبي عليه الصلاة والسلام الحدود يا أخوة الحدود الشرعية ما أنزلها الله عز وجل حتى تطبق علينا إحنا فقط أيضا تطبق الصحابة وهذا المجتمع الذي أنزل الله عز وجل عليه الأحكام حتى تطبق عليه أن وقع فيه خطأ فما ظنت أن ما يقع الصحابي في كبائر الذنوب هذه إشكالية كبرى حقيقة أيضا من النوازع البشرية أن الرجل قد يكون شحيحا وقد يكون شحيحا أي بخيلا وقد يكون طامعا في المال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وهو عم النفس السلم والنفس السلم يقول عم الرجل صنوا أبيه يعني مثل أبوه على مكانة العباس رضي الله عنه عجب منه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري وغير من الأحاديث عجب منه النفس السلم لما طلب منه النفس السلم أن يأخذ مالا فوضعه في ثوب فكان كلما رفع الثوب من كثرة المال كان يسقط المال ويقول لنفس السلم يعني نادي أحد من الناس يساعدك فهو لا يريد ذلك ويضع المال ويسقط ويضع المال ويسقط نهاية الرواية ماذا فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره يعني هو ماشي النفس السلم ينظر إليه حتى خفي علينا الصحابة يقول حتى خفي علينا ذهب اختفى عجبا من حرصه عجبا أنه يعني كريه كيف حرص على المال طبيعة بشرية يعني الإنسان إذا حرص على المال المال شهوة طبيعية إذا أخذ بحق ما المشكلة هو أخذ بحق النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النفس السلم لأن النفس السلم كان يحثو المال حثيا ولا يهم المال كان يعجب أن العباس مهتم بالمال بهذه الطريقة هنا نقطة مهمة يا أخوة الفرق بين القادح في الصحابة وبين الذي يحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف أنهم بشر ويعتريهم هذا الأمر أننا ننظر للصحابة باستصحاب مكانتهم ونعرف أنه يعتريهم مثل هذه الأمور هذا شيء طبيعي لكن القادح في الصحابة يختزل شخصية الصحابة في هذا الذنب أو هذه الأفوال فممكن أن يكلمك عن العباس ويصور لك بأنه إنسان طماع وينظر إلى نعيمان ويصور لك بأن إنسان شريب للخمور هكذا ممكن يدعي ذلك وممكن يأتي إلى سعد بن عبادة ويأتي إلى كل واحد من الصحابة إما ذنب أو إما مسألة بشرية طبيعية تعتريه فيصور أو يختزل شخصية الصحابة من خلال هذا الذنب ومن خلال ذلك ولعلي سأذكر بعد هذا مقولة شيخ الإسلام بن تيمية لكن أذكرها الآن شيخ الإسلام بن تيمية له مقولة جميلة يقول بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح الذبابة تترك جسمك كله وتأتي إلى الجرح وتحط عليه هكذا هؤلاء مثل الذباب يتركون كل ما في الصحابة من مناقب من مآثر من أخلاق عالية من أمور كثيرة من تضحيات من جهات في سبيل الله عز وجل ويقول لك انظر عند هذا الذنب وكأن هذا المتحدث لا ذنوب له لكن الله عز وجل كما في الحديث القدسي يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب الذي يعادي أولياء الله عز وجل وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يتكلم عنهم بهذا الإسلوب الله عز وجل يفضحه عاجلا أم آجلا